وبين جولة المرهان الخارجية ومطرحته قوات الدعم السريع معنا من القاهرة رئيس حرير صحيفة التيار السودانية عثمان برغني أستاذ عثمان اتجاه ربما وحماوة باتجاه التسويات والحلول هل فعلا هناك مؤشرات إيجابية وماذا عن مبادرة قوات الدعم السريع المترافقة مع زيارة المرهان لمصر وثم إلى السعودية أعتقد هذا تطور جيد يعني هذه خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح ربما حتى قراءة هذه الخطوة مع خروج البرهان من الموقع العسكري إلى الموقع السيادي والسيادي ونيته وعزمه زيارة بعض الدول في سياق التسوية السياسية أنا أعتقد كل ذلك مقرؤ مع بعضه يمكن أن يشكل ملامح التسوية السياسية القادمة هذه الرؤية التي تقدم بها قبل ساعات قلائل الدعم السريع أنا أعتقد أنها متقدمة وخطوة جيدة جدا لأنها قسمت الأمر إلى قسمين القسم الذي يتعلق بالحرب الداهرة الآن وهي المقترح الذي قدمه في هذه الرؤية أن يكون هناك وقف إطلاق نار طويل المدى هذا جيد يصبح كيف يتم تحقق من ذلك أو تحقيق ذلك هذا أمر آخر مفاوضات تجرى بين العسكريين إلى حين أن تجرى هذه المفاوضات هي قدمت رؤية أخرى سياسية قالت أنها يجب أن تقترن بالحل العسكري لكن إلى أن يتم التوافق على هذا الحل السياسي بالضرورة يجب أن يخرج المواطن من هذه المعادلة الآن في اللحظة التي تقدم فيها هذه الرؤى قد تكون هناك رؤية أخرى من جانب القوات الجيش السوداني في هذه اللحظة التي تقدم فيها هذه الرؤى هناك مواطن يحتاج إلى بيته يحتاج إلى المستشفى يحتاج إلى عمله يجب أن يخرج من هذه المعادلة بمعنى أن تحل قضية الحرب الراهنة الآن إيقاف هذه الحرب وقف إطلاق النار يعني أنا لا أتحدث عن الحل الكامل وستيد عثمان رؤية الحل السياسي التي قدمتها قوات الدعم السريع تحدثت عن الشق الأول وهو الشق العسكري والميداني والمرتبط بوقف إطلاق نار طويل الأمد الذهاب إلى جيش موحد ولكن طرحت أيضا النظام الحكم الجديد النظام الفيدرالي كيف يمكن تطبيق هذا النظام الانقسام اليوم في الميدان ما يحصل في دارفور كلها مرتبطة بهذه التسوية ومن أين يمكن البدء وأي من دول الجوار أو الغطاء أيضا الأممي أو الدولي لهذه التسوية من أين يمكن أن يبدأ يعني هذه القضية كلها يمكن أن يتم التداول فيها في وضع آمين وبعد انتهاء الحرب أنا أتحدث عن قضية الحكم الفيدرالي وأصلا كان هناك حوار بدأ في هذا الاتجاه الحكم الفيدرالي مطروح أن يكون ولايات أو يكون أقاليم وبدأت مؤتمرات وقطعت شوط طويل هذه المؤتمرات بمعنى أن هناك عملية هناك بروسس عاملة هذا لا مشكلة فيه هناك حوار فيه لكن الآن نحن نتحدث عن مشكلة كائنة هي مشكلة الحرب وعن حوار سياسي يجب أن ينشأ ليحل مشاكل الحرب بصورة عامة هناك عبارة جيدة جدا وردت في هذه الرؤية تقول يجب أن تكون هذه الحرب هي آخر الحروب في السودان هذا جيد بمعنى أن يتم تسوية سياسية شاملة لكن التسوية السياسية الشاملة الأفكار التي طرحت في هذه الورقة معظمها مقبولة ومعظمها أفكار جيدة ومطروقة يعني قيلة قبل ذلك ما هذا نقطة واحدة بسيطة وهي كلمة وليست نقطة هو تحدث عن الجيش المهني القومي الجديد هذه كلمة الجديد عليها اعتراضات كثيرة وعليها تحفظ كثير لأن الجديد فيها معاني لا يقبلها الكثيرون بل هناك مؤسسات دولية أنا استمعت إلى رأيها بصورة مباشرة لا تقبل كلمة الجديدة جيش السوداني جديد ولكن ينأى عنها السياسة ليبدأ من الصف ونظام ديمقراطي مدني من سيقود اليوم هذا الانتقال من سيقود هذا الانتقال والقوات العسكرية التي تمسك بالأرض في دقيقة واحدة أستاذ عطمان من فضلك الجيش والقوات العسكرية كلها يجب أن تخرج من الملعب السياسي كيف يتحقق ذلك؟ هناك كثير من الاشتراطات هناك كثير من الرؤى التي يمكن أن تقدم أنا أحدث فقط عن الجزية التي تحدث عن وأقول أنها مجرد خلافة على الرؤية بمعنى أنها لا تمنع تقديم الرؤية طالما أن هناك رؤية مقدمة من الدعم السريع وطالما أن قوات الدعم السريع العسكرية اتجهت نحو تقديم رؤى السياسية أنا أعتقد ذلك جيد يجب أن تكون هناك رؤية أخرى بأفكار أخرى مكافئة لها لكن إلى أن تتم البحث بين هذه الرؤية وهذه الرؤية يجب أن يخرج المواطن من نفق هذه الحرب بوقف إطلاق نار دائم يرتاح فيه من الدماء والأشلاء وخلال ذلك الوقت يمكن التحاور في أي مؤتمرات يمكن أن تنشأ بعد ذلك لبحث القضايا السياسية محل الخلاف بين الأطراف رئيس سحير صحيفة التياري السودانية عثمان ميرجينيكت معنا مباشرة من سيديوهات ومكاتب سكاينيوز عربية في العاصمة المصرية القاهرة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر